تقول لما نسافر خارج الدولة مثلا ونذهب إلى المتجر لنشتري اللحوم هل يلزمنا نسأل أو نشتري هكذا ونحن نسمي أختي حنان بارك الله فيك هذا في الواقع راجع إلى البلد الذي تسافرين إليه وكنا قديما نقول بأنه ما في حاجة إلى السؤال ما في حاجة إلى التفتيش ما في حاجة إلى التنقيب لأن الله تعالى قال وَطَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُّوا لَكُمْ وأهل الكتاب أمة اليهود والنصارى حلال أكل ذبائحهم حلال علينا نحن أهل الإسلام لكن لما أصبحت كثير من الدول الآن تعلن علنا وهذا بالصوت والصورة وإعلانات أحيانا تشير إلى أنهم يقتلون هذه البهائم قتلا إما برصاص يطلقون عليه أو بصعقه ربائي أو بخنق مثلا هذا حرام ولا يجوز ولذلك إذا ذهبت إلى بلد قد اشتهر عنه بأن يقتلون هذه الحيوانات بمثل هذه الطريقة فيلزمك السؤال يلزمك السؤال أما إذا كان بلد لا ليس معروف عنه هذه الأشياء وليس مشتار عنه هذه الأشياء فالأصل جواز أكل ذبائحهم من دون سؤال لأن الله تعالى قال وَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ